هذا وتعد مملكة البحرين مركزا مهما لاستضافة العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية وذلك بفضل الدعم لا محدود من لدني جلالة ملك البلاد المعظم ولكونها بيئة جاذبة حظية مملكة البحرين باهتمام بالغ من كبار القادة والمسؤولين ما أهلها أن تكون شريكا مهما ومساندا لدول الشقيقة والصديقة في صنع القرار ومواجهة كافة التحديات مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من محيطها العربي والعالمي ولهذا جاءت توجيهات جلالة الملك المعظم داعمة لتعزيز مكانة المملكة ومشاركتها الفاعلة مع المجتمع الدولي في صنع القرار ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة كافة أشكال التحديات مما جعلها تحتل مكانة دولية أهلتها لتكون وجهة مهمة ومركزا لاستضافة أهم وأبرز المؤتمرات الدولية وعلى مدار السنوات المتتالية نجحت مملكة البحرين في تعزيز التعاون العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك واستضافة أبرز الاجتماعات والملتقيات الدولية على أرضها ومنها القمة الأمنية الثامنة عشرة حوار المنامة التي جاءت مكملة لمسيرة نجاحات النسخ السابقة وملتقى البحرين للحوار الذي يدعو إلى التسامح والتعايش بين الشعوب واجتماعات مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها وها هي البحرين تسير بتوجيهات جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة مساعيها وأهدافها النبيلة من خلال تفعيل العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية البحرينية والتي تؤتي ثمارها من خلال استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة 179 وفدا عن برلمانات العالم إذ يعد حدثا مهما يؤكد سعي المملكة في مشاركة المجتمع الدولي بناء مستقبل أفضل والتغلب على التحديات التي تواجه العالم بتعاون مثمر يعزز العمل المشترك بين مختلف الدول والشعوب